السلام عليكم ازايك الشباب عاملين الاخبار معاكم محمد عبدالفتاح وفيديو جديد من فيديوهات الاسل النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض الدلتين وهنتعلم زي نقدر ندمج الدلتين دول في معادلة واحدة الدلتين اللي معانا هما دوال بحثية باستخدامهم عشان ادور على قيمة او ادور على حاجة معينة الدلتين هما index و match لو الموضوع يهمك يبقى تابع معايا الفيديو ده بعد الانترو هنجرب مع بعض الاول دلتين دكس والمفروض ان دلتين دكس دي وظيفتها ان انا بحدد جدول واقول له في المعادلة دور لي على الصف الرابع فين على سبيل المثال والعمود التالت فين وطلع لي القيمة المشتركة ما بينهم دي وظيفة دلتين دكس فيبتدي يكتب لي ان القيمة المشتركة هي مية واثنين الف طيب هقول له هنا يساوي index نفتح قوس الجدول اللي هدور عليه فين هو ده بعد كده نثبت الجدول واللي مش فاهم قصة التثبيت هو من الحاجات المهمة جدا عشان نتيجة المعادلات تطلع مصبوطة هتلاقيه في الدسكريبشن لينك انا هبحطه اللينك ده بشرح فيه في القصة بتاعت التثبيت طيب هاجي بعد كده هنا الرو نمبر رقم الصف اللي انت او رقم الصف اللي انت عايزني اروح له فاقول له الصف رقم 4 بعد كده الكولوم نمبر وهو رقم العمود اللي انت عايزني اروح له فاكتب له رقم 3 بعد كده enter نلاقي ان 4 الصف رقم 4 اهو مع العمود رقم 3 اهو طرعتلي القيمة المشتركة كان مية واثنين الف انا بالنسبة لي دالت اندكس ملهاش اي تلاتين لازم من غير ماتش يعني اندكس عشان طوبة قوية لازم ادمج معها دالت ماتش هنبص الاول لدالت ماتش وهنعرف ازاي نقدر نستخدم الاثنين مع بعق دالت ماتش انا بستخدمها عشان اقول له الاسم بتاع محمد ده موجود في انهي صف بالضبط والكورت الرقم واحد ده موجود في انهي عمود بالضبط هنستخدمها مرة مع صف و مرة مع عمود وبعد كده ان شاء الله اندكس مع ماتش رو و ماتش كولم هقول له يساوي ماتش افتح كوس لوكب فاليو فين الفاليو اللي انت عايز ندورك عليه فهقول له محمد بعد كده بيقول لي لوكب ريه فين المساح اللي انت عايز نطلع لك منها محمد موجود في انهي صف بالضبط انا محمد المفروض موجود في العمود ده فهقول له في العمود ده طلع لي محمد موجود فاني يصف بالضبط واروح مثبته بعد كده بيقول لي مديني ثلاث اختيارات اما اني يدور لي على محمد لو مكتوب بالضبط محمد زي ما مكتوبة هنا يطلع لي الناتج في الحالة دي انا بختار exact match يعني انا عايزك تدور لي على القيمة اللي انا كاتبها دي بالضبط من الجدول ده لان احنا مفروض ممكن يبقى فيه قيم تقريبية انا دلوقتي في عندي محمد وفي عندي خلايا مكتوب فيها ميم حاهميم وفي عندي خلايا مكتوب فيها ميم حاهميم دال واو تمام فدولة قيم متقربة من القيمة اللي انا بدور عليها ففي الحالة دي عندي اقرب قيمة اقل من القيمة اللي انا بدور عليها واقرب قيمة اكبر من القيمة اللي انا بدور عليها انا هنا قلت انه ممكن يكون مكتب لي ميم حاهميم فدي اقرب قيمة اقل وممكن يبكتب لي ميم حاهميم ده الواو فدي اقرب قيمة اكبر من القيمة اللي انا بدور عليها ودي طبعا طبعا بينالنا اكتر مع الارقام بدور في كود اسمه او كود رقم 100 فهيبتدي يجيب لي اقرب قيمة اقل من 100 او اقرب قيمة اكبر من 100 ماشي انا دلوقتي الطبيعي او صح انا بقول exact match انا عايز نفس القيمة بالزبط دور اللي عليها هنا في الجدول وطلع لها موجودة في الصف رقم كام قافل الـ call بعد كده enter ادي الناتج طلعني ان محمد موجود في الصف رقم اثنين تمام نيجي بقى للكولوم يساوي match نفتح قوس عايزين ندور على الـ quarter رقم واحد ده موجود في العمود رقم كام طبعا انا احدد الصف ده لان اسم الكورترات موجودة في الصف ده وبعد كده اسبتها ومفروض ان اقوله exact match enter يبقى الكورتر رقم واحد موجود لي في العمود رقم اثنين ادي واحد ادي اثنين زي ما قلت يعني match ملهاش لازمة بالنسبالي وindex ملهاش لازمة بالنسبالي الا اذا الاثنين لما بيتدمجوا مع بعض ببليهم يعني فوقات كبيرة جدا هنيجي هنا انا عايزة طلع محمد في الكورتر الاولاني جاب كام ابراهيم في الكورتر التاني جاب كام كارما في الكورتر التالي جاب كام صارة في الكورتر الرابع جاب كام فهقوله يساوي index نفتح قوس الرأي يعني الجدول اللي انا هشتغل فيه فين هو ده من عند اسم الموظف لاخر خلايا هنا واروح مسبته طيب بعد كده بيبتدي يقولي انت عايزة ادورلك في الصف رقم كام وعايزة ادورلك في العمود رقم كام فانا هستخدم دلة match عشان تطلع لي محمد موجود في الصف رقم كام من غير ما دور انا بعيني وهستخدم دلة match عشان يطلع لي الكورتر الرقم واحد موجود في العمود رقم كام من غير ما ادور انا بعيني فهروح يقول له match افتح قوس lookup value دور لي على محمد طب هدور لك على محمد فين دور لي على محمد من عندي اسم الموظف ليه سارة ليه اخترت من عندي اسم الموظف مش من عندي محمد لسارة لان انا هنا في الاري في الاندكس كنت مختار الجدول من عندي اسم الموظف لحد تحت واروح يثبته وبعد كده بيقول لي انت عايزة اقرأ بقيمة اقربية ولا بقيمة بالضبط فهولي exact match دي كده match بالنسبة للرو طيب كما ونبتد نشتغل على match بالنسبة للكولم نفتح قوس lookup value بتاعتي المفروض اللي هو quarter رقم واحد اللي مكتوب هنا اضغط هنا وبتد اتحرك بالاسم على الخلية اللي مكتوبة عندها quarter رقم واحد وبعد كده بيقول لي ادور لك عليه فين بالضبط هقول له دور لي عليه في الصف ده واسبته وبعد كده اقول له exact match اقفل close enter yes وقادي النتائج بدأت تطلع اسحب المعادلة التحت فعلا محمد في الكوارتر رقم واحد جايب خمس تلاف فعلا ابراهيم في الكوارتر رقم اتنين جايب مية واثنين كارما في الكوارتر رقم تلاتة جايب عشر تلاف صارة في الكوارتر رقم اربعة جايبها مية خمسة وستين الف بكده زي ما انتم ملاحظين فعلا لما بندمج الاتنين مع بعض بيباليهم لازمة بقدر ساعتها استخدمهم ومنتهى القوة اما اندكس الوحدة فانا من وجهة ناظرين ملاحظة لازمة ماتش الوحدة ملاحظة لازمة بكده ابا انا خلصت الفيديو ده متنسوش بالاو اعجابكم لايك وشير وسبسكرايب في القناة متنسوش تفعلوا الجرز عشان يوصل لكو كل جديد انا بنزله في القناة بتاعتي والله اشقك على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاي